دعا اللواء ركن بحري على عبدالله سيدي قائد خفر السواحل البحارة للتعاون في إنفاذ القوانين والتوقف للتعريف عن هوياتهم حتى لا يتعرضون للخطر نتيجة الاشتباه في تحركات قواربهم وقال في مؤتمر الصحفي عقد مساليا بمقر قيادة خفر السواحل إنه قد تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر وأوضح اللواء بحري أن تلك الإجراءات تتعلق بالحد من الصيد الجائر والصيد غير القانوني والصيد غير المنظم للمحافظة على الثروة السمكية لافتني لأن الاستراتيجية المتبعة قد اجتملت على أصدار حزمة من القوانين والقرارات لتنظيم الصيد البحري حيث قامت خفر السواحل باتخاذ كافة الأساليب القانونية المتاحة وأكد لواء ركن بحري على سيادي أن الصيد غير القانوني وغير المنظم يعتبر أحد الجرائم البحرية التي يجب مكافحتها وذلك عبر جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر وقال أن الوضع الأمني في بياه مملكة البحرين متغير حيث يقومها الريبو السلاح والمخدرات باستغلال جميع الفرص ومن أبرزها انشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة الصيد غير القانوني واستعمال طراريد صيد في عمليات التهريب وأكد أن إجراءات الدوريات البحرية في التعامل مع القوارب السريعة والتي يتم انذارها ولا تتوقف ولا يسمح مستخدموها لرجال الأمن بمعارسة واجبهم ولا يوجد ما يعرفها على المنظومة الرادارية ستعتبر هدفا غير معروف وهدفا عدائيا وسيتم التعامل معه ضمن الإجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر وأشار سيادي لدوري خفر السواحل في المحافظة على الثروة البحرية لافتا إلى التنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون ومواصلة التنسيق الدولي في المياه المحيطة بمملكة البحرية داعيا الصيادين للتعاون والالتزام بالقوانين والتوقف للتعريف عن الهوية مثمنا تعاون الصيادين في إنفاذ القرارات الخاصة بحضر الصيد والأدوات غير القانونية المستخدمة مؤكدا أن هذا التعاون قد أثمر بتعافي الثروة البحرية تعد السلامة البحرية هدفا رئيسيا تعمل قيادة خفر السواحل على تحقيقه من خلال الدوريات البحرية التي تؤدي واجباتها على مدار الساعة وكذلك الإرشادات التوعوية التي يتم تقديمها لمرتادي البحر بشكل دائم ومن بينها التقيد بالقوانين وتجنب أي مخالفة تمس بالسلامة البحرية حيث إن المخالفات التي يتم ارتكابها ليلا وفي ظل الظروف الراهنة تعرض سلامة مرتكبيها للخطر وتعرض الأشخاص المخالفين للمساءلة القانونية الأمر الذي يتطلب الالتزام بتعليمات الدوريات البحرية وعدم تجاوز مقتضيات الأمن والسلامة كان هناك البحر غني بالأسماك وللحامل لكن عقب ممنعوهم يشوفوا اسمتها تراجعت الآن خاصة في منطقة التي أنا أذهب لها تراجعت صراحة اسمتها لشانو عيد الشعري الهامور وناس كثيرين صراحة مستنسين أقول لك بصراحة وائد ناس مستنسين عقب ما أمنعوا الكارابو دي أنا أقول بالنسبة على أخوان البحاري أخيك والله صراحة أي شيء تشوفه خاطئ تتكلم عنه سواء كان في ناحية أمنية أو مثلا العبث في الثروة السمكية كرف طبعا الربيان والحمد لله والنتائج أكيد أن هناك نتائج إيجابية ظهرت طبعا أنا ما أتكلم عن نفسي أنا أتكلم عن مجموعة من الصيادين الفترة هذه ولو أنها قصيرة ولكن الحمد لله يعني طلعت هناك أشيء إيجابية يبين وين يبين أصحاب طبعا القراغير هم من يقول لك أننا ترى وين كنا والآن إحنا وين كنا وهذه كلام طبعا صيادين نحنا نقول بحرينيين في أصحاب القراغير تغير نسبة من السنوات اللي راحت والسن اللي إحنا فيها وتتخذ دوريات خفر السواحل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات الصيد واستخدام الأدوات غير المرخصة مثل شباك الجر القاعية الكراف بما يسهم في المحافظة على الثربة البحرية بالعكس كان صحيح وكان جر في السمات وأنا واحد من اللي يوم وقفوا الغرار الكراف ورحنا اليارم تمنا نصيد شعري قلنا الخيط ينقض علينا قل زرنا نروح سنين الخيط يعني تنقض في ما يحلو الاتقان هو أساس العمل بمكان إحنا نصدر حتى الربيان اللي منعهم في طرق ثاني ينتصيد بغير لا تخرب البيئة الصياد أي شيء يحتاج في البحر طبعا الحين اتصالات موجودة ما عليه اللي يتصل بالبرج العمليات 24 ساعة موجود دقائق يريدون عليك بأسرع وقت يسألونك عن احتياجاتك عن الحاجات اللي تبغيها وهذا شيء احنا نفتخر فيه وتبقى السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تتحقق بموجب الشراكة المجتمعية التي يجب أن تحرص كل الأطراف المعنية على تفعيلها من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر